نحن إذا اقتدينا بالحبيب الله تعالى يرفع من قدرنا كما ذكرنا سابقا في الحلقات الماضية كيف أن الله جعل العز والنصر للمؤمنين إذا كانوا متمسكين بدين الله مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله لما كانت الأمة متمسكة بنهج الحبيب عليه الصلاة والسلام كان لهم الشأن العظيم حتى في العلوم والأعمال والأخلاق وفي كل المجالات لأنهم تمسكوا بهذا الدين الحنيف تمسكوا بشرع رب العالمين تمسكوا بهدي خير المرسلين عليه الصلاة والسلام فجعل الله عز وجل لهم العز والفخر والنصر والتوفيق والمدد أمدهم الله أعانهم الله قواهم الله وهذا لا يكون في ذاك الزمان فقط بل نحن الآن ونحن في هذا الزمان إذا تمسكنا بدين لله عز وجل واقتدينا برسول الله عليه الصلاة والسلام الله تعالى يكرمنا الله يكرمنا لأن الله أمرنا بالثبات حتى الممات مهم أن نعرف سيرة الحبيب ومهم أن نعرف العلم الذي جاء به إذا تركنا ذلك وتركنا معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي أخبر بها والعلم الذي جاء به ونشره بين الأمة الإسلامية إذا تركنا ذلك كيف سيكون لنا عز بعد ذلك وكيف سنعرف طريق النجاة من أراد طريق النجاة فليتبع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام كل الطرق إلى الله مسدودة إلا المقتفين أثر الحبيب عليه الصلاة والسلام